معطي جوريو الوزير والسفير الأسبق عن عمر 87 عام كما علم لدى عائلته وتقلد الراحل معطي جوريو وهو من موليد الرباط عام 1934 وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تولوز الفرنسية عدة مناصب إدارية وسياسية وديبلوماتية حيث ترقص من 1957 إلى 1964 إدارة شؤون الإدارية بوزارة الأشغال العامة والاتصالات وشغل الراحل ما بين عامي 1964 و1971 منصب الكاتب العام لوزارة الداخلية واخطيرة ما بين عامي 1969 و1970 رئيسا للجامعة الملكية لكرة القدم وعين الراحل المعطي جوريو في أربعة غشت 1971 وزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي وظل في هذا المنصب حتى جوج نوانبر 1972 وتم تعيينه من 1973 إلى 1977 سفيرا لدى رومانيا وما بين عامي 1977 و1978 سفيرا لدى موسكو وفي عام 1978 عين سفيرا لدى مدريد وظل في هذا المنصب حتى عام 1981 ومن 1981 إلى 1982 عين الراحل المعطي جوريو سفيرا للمملكة لدى ليبيا ثم سفيرا في كندا من 1982 إلى 1984 قبل أن يتم تعيينه ما بين 1984 و1986 سفيرا لدى واشنطن وسيوارى جورتمان المرحوم المعطي جوريو الثرة أي يوم الأربعة بمقبرة سيدي حمزة بالرباط بعد صلاة الظهر والجنازة بمسجد النصر ترجمة نانسي قنقر